فاز معالي الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للسيارات بمنصب نائب رئيس الاتحاد للسيارات وذلك بعد فوز السيد محمد بن سليم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة برئاسة الاتحاد الدولي الانتخابات التي جرت أمس بالعاصمة الفرنسية فريسا وبهذا الفوز يصبح معالي الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة إلى جانب فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات رئيسا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويعد فوز معاليه بهذا المنصب إنجازا بحرينيا كبيرا يضاف إلى سجل الإنجازات المملكة الحافل بالإنجازات ويؤكد ما تمتلكه المملكة من إمكانيات وكوادر وطنية قادرة على المشاركة في القيادة والإدارة ووصول الكوادر الوطنية لمختلف المناصب العليا كما يعكس الدعم والاهتمام الكبير الذي تحظى به من قبل القيادة الحكيمة وهو نظير تراكم الخبرات في عالم رياضة السيارات منذ العام 2004 العام الذي انطلقت فيه أول شرارة من قلب موطن رياضة السيارات في شرق الأوسط حلبت البحرين الدولية التي احتضنت أول سباق للفورميلوان في المنطقة في ذلك العام وبهذه المناسبة قال معالي الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة نهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة بفوز محمد بن سليم برئاسة الاتحاد الدولي للسيارات ليكون بذلك أول عربي وخليجي يقود هذا الاتحاد في تاريخه ووجه معالي الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات رئيس الاتحاد البحريني للسيارات جزيل شكره وامتنانه لكل من قدمت دعم والمساندة للفريق في هذه الانتخابات الهامة ترجمة نانسي قنقر